اشتركوا في القناة في الاستشهاد واصابة عشرات المواطنين تصعيد اخذ منح اخر باتجاه مدينة رفح وخاصة في حي الظهور تل السلطان حي جنينة حي السلام كل هذه الاحياء التي ذكرتها هي في مدينة رفح واستهدفت من قبل الطيران الحرب الاسرائيلي ومن قبل ايضا المدفعية الاسرائيلية هذه الامور وهذا التصعيد الاسرائيلي نظار دفع المئات بداية الان من هؤلاء النازحين المتواجدين في مدينة رفح بالاتجاه عبر طريق البحر باتجاه مدينة دير البلح وتأتي رحلة النزوح الجديدة بعد تهديد رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نيتنياهو باشتياح رفح بريان ويخيم شبح الاشتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع على قرابة مليون ونصف المليون نازح يتواجدون الان في رفح مع دخول العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي وهو ما يتسبب بخشية من حدوث مجازر كبيرة في ظل ارتفاع عدد النازحين هناك ويرى مراقبون فلسطينيون ان التهديدات الاسرائيلية باشتياح رفح بمثابة ورقة ضغط على المقاومة خصوصا في ظل الحديث عن صفقة تبادل اسرى على ثلاث مراحل في وقت يرى مراقبون اخرون ان نيتنياهو قد يقدم على هذه الخطوة لاطالة فترة العدوان على غزة بقدر ما يستطيع لضمان بقائه على سدة الحكم في دولة الاحتلال اشتركوا في القناة